السلام عليكم النهاردة ان شاء الله هكلمكم على حاجة مهمة اوي 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 بخصوص علم الفراسة او تحليل الشخصيات وهو ان انت بتتلقى المعلومة من مين بمعنى ايه بمعنى مثلا الحواجب لما بتكون خفيفة النوع ده من الناس ينفع ان انا اقول عليه مكار في التعامل واتفقنا قبل كده لو الشخص ده فيه علامات في وجهه بتدل على الثقة الزيادة او بتدل على قوة الشخصية او بتدل على تحمل المسئولية بقوة النوعية دي من الناس بتكون مكارة حرفيا طيب اذا كان الشخص ده ضعيف الشخصية او سخته في نفسه ضعيفة او ما بيعرفش يدعم وجهة نظره في الحالة دي المكر هنا عنده بيكون بسبب ان الشخص ده مضطر يستخدم المكر عشان يعرف يتعامل مع الناس لان في الحالة دي هو هيهمش حرفيا طيب طبعا مش هفكركوا تقدر ان انت تنتسب في اي وقت في القناة عن طريق كلمة جوين او انتساب لو انت عامل اليوتيوب بالعربي وفي الحالة دي تقدر تتفرج على فيديوهات حصرية وتقدر ان انت تاخد كورسات مجانية كورسات دي بتكون صغيرة شوية لكن لو انت حابب ان انت تاخد كورس كامل في الفراسة هتلاقي رقم الواتساب موجود تحت في صندوق الوصف العين البهتة اتكلمنا كتير قبل كده عن العين البهتة او حضقة العين لما تكون صغيرة العين البهتة النوع ده من الناس بيكون المشاعر عنده قليلة شوية عشان كده ينفع جدا يتقال عليه غدار كتب الفراسة كلها بتتكلم على الحتة دي طيب اذا كانت انا عناية بهتة وانا دلوقتي هشرح لك السمة دي في الحالة دي انا هقولك ان الشخص ده غدار اكيد لا في الحالة دي انا هقولك ان الشخص ده في منتهى الزكاء دي بقى النقطة المهمة الشخص اللي بيتعلم فراسة لما بيجي بيشرح السمة هو بيشرحها من وجهة نظره هو يعني مثلا الوجه المستطيل ده بطبيعته بيحاول يرضي الناس كلها لو انت شخصيتك قوية فبالتالي التصرف اللي بيعمله الشخص ده تصرف خطأ تماما لان من المستحيل ان انت ترضي الناس جميعا لكن انت لو اتكلمت مع شخص الوجه بتاعه المستطيل يعني عنده الصفة دي تحديدا هقولك لا انا ما بحبش ان انا ازعى لحد علشان ده الصح علشان اخد حسنات علشان ادخل الجنة مدخلش النار علشان ارضي ربنا هيبقى عنده المبررات والاسباب اذا فهنا فيه نقطة مهمة جدا لما اجي امس الكتاب فراسة هتعلم منه سمات او هاجي اتعلم على ايد شخص معين مهم جدا ان انا ابقى عارف تحليل الشخص ده ايه بالزبط فبالتالي لما اجي يقول لي معلومة ابقى فاهم هل المعلومة دي هو بيقولها زي ما موجودة في كتب الفراسة بالزبط ولا هو بيقولها من وجهة نظره فلو بيقولها من وجهة نظره لازم ترأي بالسمة دي عنده هو شخصيا شكلها عامل الزي فبالتالي هتقدر تعرف المعلومة الصحيحة في الصفة دي يعني مثلا انا دلوقتي لو هحلل شخص عينيه بحتة اللون بتحضقة العين ماينفعش اقوله على فكرة انت شخص غدار لا طبعا لانه مش هتقبل مني المعلومة اصلا في الحالة دي انا بقوله ان انت معتقد ان الناس كلها غدارين في الحالة دي هو بيقول لي ايوا التحليل ده صحيح فهنا هبتدي ان انا اتكلم معاه او هنصحه بان هو يتعامل مع الناس بحسن نية اكتر من فكرة ان هو يبقى معتقد ان كلهم غدارين فبالتالي هو هيبقى غدار هو شخصيا لكن حزار ان انت تقوله انت شخص غدار وانه اعترض معاك تقوله كتب الفراسة طبيعي في الحالة دي لازم هيقولك ان العلم ده علم مش حقيقي لان انت بتشتمه حتى مثلا الشعر الخشن الشخص اللي هو شعره بيكون خشن دي في الفراسة بتدل على ان الشخص ده بيكون صلب المشاعر يعني المؤثرات الخارجية ما بتأثرش فيه بقوة بيكون مثلا النوعية دي من الناس ما عندهاش مشكلة انها تقعد في مكان صوت عالي ما عندهش مشكلة مثلا ان يقف في طبور طويل علشان يشتري حاجة معينة او يوصل لأيا كان الهدف اللي هو عايز يعمله لكن برضو من ضمن صفات النوعية دي من الناس ان بتكون الفزازة عنده عالية يعني ممكن يقول كلام يزعلك او يديئك رغم ان هو مش قاصد او من وجهة نظره ان الكلمة دي ما تزعالش على فكرة ففي الحالة دي اذا كان الشخص المقابل للشخص اللي شعره خشن ده او اللي الشعرية بتاعته بتكون سميكة كان الشخص ده الشعر بتاعه ناعم في الحالة دي مش هيعرف يتقبل منه اي نوعية من نوعيات الكلام وبس دي كانت معلومة مهمة كده حبيت ان انا اعرفها لكم اشتركوا في القناة